بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقطع سوف نتحدث عن موضوع أنماط الوراثة الأهداف التعليمية من هذا المقطع هو لتوضيح بعض الأنماط الوراثية وبعض المصطلحات التي تخص علم الوراثة بشكل مبسط وباختصار ونحن نتكلم عن موضوع نماط وراثة كروموسومات الجسدية السائدة اللي يسمى بالأوتوصومة الدومينانت ونماط وراثة السيادة المشتركة الأوتوصومة الكودومينانت نماط وراثة كروموسومات الجسدية المتنحية الأوتوصومة الأوسيسف ونماط الوراثة المرتبطة بالكروموسوم X اللي هي X-Linked Inheritance بالبداية ناخد مقدم عن الموضوع الكروموسومات البشرية هي ستة أوربعين كروموسوم ثلاثة وعشرين كروموسوم من الأب وثلاثة وعشرين كروموسوم من الأم وتصنف الكروموسومات إلى جسمية والجنسية الجينات هي الوحدات الوظيفية الأساسية للوراثة بعضها تحتوي على تعليمات التعليمات تحدد مظهر الجسم ونموه ووظيفته والجينات لها مواقع محددة في الكروموسومات ويحدث فيها في بعض الأحيان طفرة أو تحور تؤثر على عملها بعض الجينات تكون لها أشكال متنوعة موجودة في نفس المكان أو الموقع الجيني على الكروموسوم وكل واحد من هذه الأشكال المتنوعة لنفس الجين يسمى الأليل وهناك أليل سائد dominant أليل وأكو أليل متنحي اللي هو الrocessive أليل السائد دائما يعبر ويؤثر ويضغي على المتنحي في حين المتنحي لا يؤثر أو يعبر في حالة وجود أليل سائد ولكن يعمل فقط في حالة عدم وجود الأليل السائد بالنسبة لانتقال الصفات الوراثية فكل صفة سواء كانت طبيعية أما رضية فإن لها موقع أليل الكروموسوم وهو يوجد في هذا الموقع أليلين two alleles for each gene واحدة مورثة من الأب وواحدة مورثة من الأم لأن نصف الكروموسومات من الأب والنصف الآخر من الأم الآن نأخذ موضوع نمط ووافط الكروموسومات الجسدية السائدة في هذه الحالة الجين المتحور أو الغير طبيعي يكون موجود في أحد الكروموسومات اللاجنسية الجسدية اللي قلنا عليها الأوتوسوم وفي هذه الحالة الجين المتحور هو الجين السائد وجين متحور واحد يكفي للإصارة بالمرض ونصف نسل الشخص المصاب يرث تأثير هذا المرض والذكور والإناث يصابون بهذا المرض بالتساوي لأنه هذا المرض أو النمط الوراثي لا علاقة بلكروموسومات الجسدية قلنا ولهذا يسمى بالأوتوسومل وقلنا أنه الجين المتحور هو الجين السائد ولهذا يسمى بالأوتوسومل وفي هذا الشكل توضيح لنمط وراثة الكروموسومات الجسدية السائدة ففي حالة إذا كان هناك أب متأثر لديه كروموسومة جسدي يحتوي على جين متحور غير طبيعي ميوتايت الجين هذا اللي بلون الأحمر والأوم غير متأثرة فجين متحور واحد يكفي للإصابة بالمرض فأي من الأطفال إذا ورث هذا الجين المتحور فجين متحور واحد يكفي للإصابة بالمرض ونصف نسل الشخص المصاب يرى التأثير هذا المرض 50% من الأطفال يكونون متأثرين وقلنا الذكور والإناث يصابون بهذا المرض بالتساوي لأنه هذا النمط الوراثي لعلاقة بالكروموسومات الجسدية اللاجنس هي الأوتوسومل ونمط وراثي يسمى بوراثة السيادة المشتركة أو الأوتوسومل كوردومينس انهيريتنس في هذه الحالة يعبر كلا الأليلين بصورة كاملة عن تأثيرهما ونحن قلنا الأليل هو أحد الأشكال المختلفة للجين ذاته أو الموقع الجيني ذاته وكمثال على هذا الموضوع موضوع فصيلة الدم فهنا يوجد أليل A وأليل B والأليل O الأي والB أليل لهم السيادة على الأو أليل إذن الأو هو الأليل المتنحي الوسيسب في حين A والB are co-dominant أليل in relation to O لهم السيادة على الأليل بالنسبة للأليل O فإذا تم ورافت أي أليل من أحد الوالدين وبأليل من الآخر فإن هذا الشخص سوف يمتلك الفينو تايب ال-A-B وهذا ما يسمى بـ السيادة المجتركة أي كلا الأليلين يعبران بصورة كاملة عن تأثيرهما أما بالنسبة لنمط ورافت الكراموسومات الجسدية المتنحية الأوترسومة ال-resistive inheritance في هذه الحالة الشخص المصاب أو المتأثر ال-affected يجب أن يرث اثنتين من الطفرات الجينية طفر جينية من الأم وطفر جينية من الأب الشخص الحامل أو ما يسمى بالكارير لصفة وراثية يمتلك جينا واحدة مصابا بالطفر الجينية اللي هو الجين المتنحي وجينا طبيعيا الجين السائد في هذه الحالة الشخص الحامل ليس لديه أعراض المرض ولكن يمكن أن ينقله إلى ذويته هذا الشكل التوضيحي لتوضيح نمط وراثة كراموسومات الجسدية المتنحية الأوتوصومة والأوسسل ففي حالة تتاكان هناك أب حامل للجين المتحور أي يمتلك كراموسوم جسدي يحتوي على جين متحور غير طبيعي المتحور وهذا باللون الأحمر والأم أيضاً حاملة للجين المتحور فالشخص المصاب من ذورية هذين الوالدين يجب أن يرث اثنتين من الطفرات الجينية واحدة من الأب وواحدة من الأم أما إذا امتلك جيناً واحداً مصاباً من الطفرات الجينية وهي الجين المتنحية وجيناً طبيعياً اللي هو الجين السائد فيكون في هذه الحالة حاملاً والشخص الحامل للمرض أو للجين المتحور ليس لديه أعراض المرض لكن يمكن أن ينقله إلى دريته مثل ما شفنا في حالة هذين الوالدين الآن ننتقل إلى نمط رافي آخر اللي هو X-linked inheritance نمط مرافع المرتبطة بالكروموسوم X يحدث عندما جين موجود على X-chromosome تكون غير طبيعية مختلفة أو mutated فيها طفرة وتكون إما سائدة dominant أو متناحية recessive الأكس linked recessive inheritance أكثر شيوعاً من X-linked dominant inheritance أغلبية أمراض المرتبطة بالكروموسوم X تكون من نوع المتناحية والهذا نحن نتكلم عن في البداية هذه الأمراض عادة ما تكون مختصرة على الذكور الذين يحملون الأليل الغير طبيعي المتحور هذا بسبب أن الذكور يمتلكون فقط كروموسوم X1 في حين أن الإناث يمتلكون إثنان من الكروموسوم X ولهذا فإن الإناث الحاملات لأليل متحور واحد يكونون بصورة عامة غير متأثرات كارير وحاملات للمرض أو الجين المتحور الغير طبيعي أحياناً الإناث الحاملات للأليل المتحور ربما يظهرون علامات المرض المتبط بالX كروموسوم بسبب ظاهرة تسمى بالsecured X inactivation أما بالنسبة للX-linked dominant inheritance الذي قلناه تكون أقل شيوعاً من X-linked recessive ففي هذه الحالة فأنه وراتت نسخة واحدة من الأليل الذي يكون غير طبيعي أو المتحور تكون كافية لتسبب المرض والصفات السائدة المتبطة بكروموسوم X X-linked dominant traits لا تؤثر بالضرورة على الذكور أكثر من الإناث وتكون غير مشابهة للصفات المتنحية المتوطبة كروموسوم X X-linked recessive traits وبهذا نكون قد تكلمنا عن بعض الأنماط الوراثية بشكل مبسط ومختصر ترجمة نانسي قنقر